عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة وموقف الإدارة المالية والتمويل لمراحل ومكونات المبادرة وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أهمية دور المبادرة الرئاسية حياة كريمة في تطوير الريف المصري من خلال ما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية وخدمية تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين المستهدفين ورفع كفاءة الخدمة ونوها رئيس الوزراء إلى الحرص على المتابعة المستمرة لما يتم تنفيذه من مشروعات ومتابعة معدلة الإنجاز على أرض الواقع والعمل على إزالة أي معوقات من الممكن أن تواجه عمليات التنفيذ وخلال الاجتماع تمت الإشارة إلى أن الاستثمارات المواجهة لبناء الإنسان في المرحلة الأولى استحوذت على نسبة 70% من حجم الاستثمارات المواجهة لتنفيذ المشروعات وكان لمحافظات الصعيد النصيب الأكبر في هذا الصدد حيث قدر عدد المستفيدين من تلك المشروعات بنحو 11 مليون مواطن من أبناء الصعيد ترجمة نانسي قنقر